19 قانون لم تصدر لوائحها التنفيذية رغم مضي وقت طويل على إنجازها في مجلس الأمة في أدواره السابقة ولسيما أن لجنة الأولويات قد خاطبت الوزارات المختصة للوقوف على أسباب التأخر هناك جلسة أو نطلب تحديد ساعات في جلسات معينة اللي مناقشة أسباب خلنا نقول شوف مرات الحكومة ليش سبب هذا التأخير هل بسبب عوائق غانونية أخرى هل بسبب شيء في التشريع قد يعيق هذا الأمر يجب على الوزراء أن يبادرون بشكل سريع إلى تفعيل هذه القوانين إذا كان بعض منها لم يقر اللائحة التنفيذية عليهم أن يبادرون بشكل سريع إلى إقرار هذه اللواءة حتى يتم تطبيقها بطو الإنجاز والتقاعش عن تنفيذ القوانين قد يكون نهايته مساءلة مقصر إنما إذا كان هناك قصور يجب أن يحاسبه كانت حكومة أو الوزير أو مسؤولينه اللي أعطاننا أرقام قال هذه الأرقام رح تنفذ خلال فترة الفرانية هذا اللي نحاسبه والحكومة بعد جزء مننا هذا دورنا نعزب الحكومة عشينه دور النائب بعد أن خاطبت وأنذرت لجنة الأولويات من التسويف في الالتزام بإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين في الوقت المحدد سيتم الإعلان عن قائمة أسماء المسؤولين المتأخرين في تنفيذ المشاريع التابعة لهم لتلفزيون المجلس طارق السهو اشتركوا في القناة